اعقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس الشوريون ناقشوا خلال جلستهم تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو وقد ذهب غالبية أعضاء المجلس إلى ضرورة الموافقة على تعديل المرسوم بقانون حيث أن هذه الاتفاقية تعد ضمانة لحقوق المرأة كما أن تغيير صيغة التحفظ على المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية لا يعني إلغاء تحفظ مملكة البحرين عليها كما أكد مجلس الشورى أن المصدر الأساسي للدستور البحريني هو الشريعة الإسلامية والتي لن تسمح جميع سلطات الدولة بالإخلال بها البحرين لا زالت متحفظة على هذه المواد الخمس إنما عادت سياقتها أيضا بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية عن تنفيذها وبالتالي تمتنع عن تنفيذ ولا تلتزم بأي نص من نصوص الاتفاقية طالما فيها أي مخالف الأحكام الشريعة الإسلامية لماذا ننضم لمثل هذه الاتفاقية الاتفاقيات عموما سواء المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام أو المرأة بشكل خاص نحن دائما نقول يجب أن نبرز أمام بالذات الأحكام المتعلقة في القانون الدولي ما هي أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الجانب ونبرز الجانب المستنير في الشريعة الإسلامية باعتبار أن كثير من الباحثين في القانون وفي الفقه الدولي عموما أكدوا أن كثير من الحقوق من بعها كانت الشريعة الإسلامية في الشريعة الإسلامية وعندنا في البحرين الأمور التي تدعو لها الاتفاقية في هذه البنود من العدل التي فيها عدل وفيها إعطاء حق نحن قائمون بها ملكية المرأة حرية المرأة في حدود الشارع هذا كله موجود أصلا لذلك نشأ الخلاف هل نحن محتاجون لهذا التغيير أم غير محتاجين لهذا التغيير ترجمة نانسي قنقر